سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. آآ فيديو النهاردة مش هنشتغل فيه. بس هشرح لكم فكرة موديل الشنطة اللي طالعة تريند. آآ اللي هي نزل على جميع المواقع على ويش وامازون وكل المواقع اللي هي بتبيع الشنط اللي هي الخاصة بشغل هنتمين. هقولكم النهاردة على فكرة الشنطة لان جالي طبعا انا نزلتها على الصفحة. آآ وجالي عليها اسئلة كتير جدا طب هي الشنطة معمولة ازاي طب آآ آآ نقدر ننفذها باي نوع ايه غير غير خيط الرفية. آآ الشنطة عموما تقدر يتنفذيها باي نوع من انواع الخيوط. بس هي المشكلة في حاجة في خيط الرفية ان احنا لما هنيجي نشرح الموديلة دلوقتي احنا محتاجين كمان الظهر بتاع الشنطة عشان هي دي فكرة الشنطة. خيط الرفية زي ما احنا شايفين كده مثلا ده لو الوش بتاعها بصوا لما حقلب حتى الجزء ده خيط الرفية ما بيبقاش آآ يعني بيبقى برضو شكله حلو حتى لو انتي شغالة او عملتي الجزء بتاع الشنطة بين الظهر. طيب فكرة الشنطة النهاردة بقى عبارة عن ايه? فكرة الشنطة سهلة جدا على فكرة الشنطة آآ مش معمولة ببطانة ولا اي حاجة. يعني انتي بتلبسيها مش محتاجة حتى تحطي بطانة. اولا اول حاجة بتجي بتعملي دايرتين آآ دايرتين بخيط الرفية. طبعا اللي اتنين بيكونوا نفس المقاس بالزبط. الافضل وانتي بتشتغلي الشنطة اعملي هنا وهنا عشان يبقى نفس اللي عملتيه هنا هو نفس اللي عملتيه في الدايرة التانية. مفيش واحدة تطلع آآ كبيرة واحدة تطلع صغيرة. لا اشتغلي الاتنين آآ في نفس الوقت. حاجة طبعا لازم تكوني بتعرفي تشتغلي الدايرة كويس عشان طبعا ما تطلعش الدايرة معاكي مكوزة. حتشتغلي دايرتين. آآ طبعا دي مش خط الرفية. دي الحاجات دي زي الخوس شوية. زي شنط الخوس. بس انا هشرح لكم الموديل اللي عليها. طبعا انت لو عايزة الشنطة كبيرة هتعملي الدايرة كترها خمسة وتلاتين. مش عايزها كبيرة ممكن تعملها تلاتين. عايزة تعملها للاطفال ممكن تعملي كترها عشرين تبقى صغيرة مش كبيرة او خمستاشر على حسب ما انت عايزة المقاس بتاعك. هتعملي دايرتين زي بعض بالزبط. طبعا لازم يكون عندك ايد جهزة شرياها عشان تعمليها لان لما بتشتري اليد جهزة بتدي للشنطة آآ شكل اشيك. يعني لكن لو حابة تعمليها برضو بنفس ايد الشنطة بس هي محتاجة ان يد الشنطة تكون جلدة عشان يبقى شكلها احلى واجمل واشيك. طيب احنا كده خلاص عملنا الدايرتين. هنعمل ايه? انا الدايرة عندي اهيه? كل اللي انا هعمله ان انا هاخد الجزء اللي فوق ده هتنيه بالشكل ده كده. دي اول حاجة. يبقى انا الشنطة عندي هتنيها بالشكل ده. تمام? يفضل ان انت من هنا تخيطيها ومن ناحية التانية برضو تخيطيها. المفروض هنا ان انت بتستعملي نوعين من خيط الرفية. بتستعملي الرفية العادية. وبتستعملي اللي هي رأس دي المبرومة. اللي هي زي آآ كده. الرفية المبرومة اللي هي بتبقى بالشكل ده. والرفية العريضة. الرفية العريضة دي ليه? عشان تعملي بيها الشرشيب بتاعة الشنطة. آآ لان بيبقى شكلها احلى. يعني بتدي آآ بتبقى منفوشة كده في الشنطة بتبقى شكلها احسن. لكن لو حب ان انت تعملي الشرشيب من نفس الخيط. آآ بتبقى حلوة بس بتبقى بالآ بالرفية العريضة افضل. تمام? بعد كده طبعا انت بتتنيها هنا بقى. مفروض بتسبتيها من هنا وممكن كمان تسبتيها من النص. ممكن كمان تسبتيها من النص. حب ان انت تخيطيها كلها مفيش اي مشكلة. تمام? بس طبعا لازم الخيطة بتاعتك تكون نظيفة او تبقى من الظهر عشان يبقى شكلها حلو وما تبنش. بعد كده بقى بتيجي مرحلة اليد عشان في ناس كتير جدا. طيب اليد هركبها ازاي? اليد بتتركب هنا كده. اهي هنا. وطبعا تسبتيها. تيجي برضو على النحية التانية بتسبتيها بالشكل ده. كده احنا ركبنا اليد على الشنطة. وفي نفس الكلام بنعمله النحية التانية. طبعا بعد كده بقى بتبتدي تشبكي النحية التانية وبتعملي برضو فيها نفس الحركة اللي احنا عملناها دلوقتي. بتحطيها برضو بتتنيها وبعد كده بتشبكيهم في بعض. الشراشيب بقى بعد كده طبعا بتيجي بقى مرحلة الشراشيب. لو انت حابة تركيبي شراشيب ركيبي مش حابة خلاص. الموديل هو فكرته بتعمل ثابت على فكرة الشراشيب اللي بتبقى هنا. هتركيبي طبعا الشراشيب من اول هنا لحد الاخر. بعد كده لما بتخلصي وبتخياطي الشنطة كلها بتبتجي تعملي برضو الشراشيب كلها من على الحروف بتاعة الشنطة كلها لحد ما تخلص معيك. في كمان برضو فكرة تقدري برضو ان انت تعمليها لو انت مسلا عندك بوائي من خيوط الرفية يعني ان طبعا كلنا عارفين ان خيوط الرفية غيلة جدا. آآ فطبعا مساعات بيبقى عندنا بوائي. البوائي دي انت ممكن تستغليها مسلا في عمل الشراشيب بتاعة الشنطة. آآ وممكن ما تركيبش فيها شراشيب خالص على فكرة هي بتبقى آآ شكلها حلو جدا برضو. حتى لو انت معملتيش الشراشيب برضو بيبقى آآ شكلها حلو جدا لانها آآ هي بتعتمد على ان هي تبقى يعني حاجة خفيفة كده للبحر تحطي فيها آآ كل حاجتك. آآ وزي ما قلت كده انت تقدري تستغلي فيها بوائي الخيوط لو انت عندك بوائي خيوط رفية كده كلنا يعني بنشتغل بيبقى عندنا خيوط كده آآ ما بنبقاش عارفين نعمل بها ايه فتقدري طبعا تستغلي بوائي الخيوط دي في الشغل بتاعك. وهيبقى في نفس الوقت آآ شكلها حلو. آآ ممكن طبعا تعمليها بقى بالالوان اللي هي طالعة جديد اللي هي زي اللون اللي هو البستاج طالع مودة جدا. الوان رفية كتيرة. آآ طبعا تعتبر الشنطة دي مشروع حلو جدا في الصيف. تقدري ان انت يعني تشتغليها بكل سهولة. اهم حاجة بس ان انت تكوني بتعرفي تزبطي آآ شغل الدائرة. يعني لو انت بتعرفي تعملي دايرتين مزبوطين. هتطلع معيكي الشنطة آآ بكل احترافية. ولانها سهلة جدا مش محتاجة ان انت هتعملي مسلا آآ جزء من الجنب كمان. ولو حب ان انت تعملي جزء من الجنب برضو. بس طبعا الجزء من الجنب هيبقى صعب شوية تركيب فيه الشراشيب. بس طبعا برضو تقدري ان انت تعمليها. او او تغيري في الموديل بتاع الشنطة. وزي ما قلتلكو الشنطة سهلة بسيطة. تقدري ان انت تنفزيها مش بس بالرفيع. لا باي نوع خيط يعجبك بس يكون رفيع. يعني ما ينفعش الكليم. ما ينفعش السلسلة الاتخينة. ما ينفعش الكردون. لانها طبعا كل الخيوط دي رفيعة جدا. آآ اتمنى يكون آآ شرح النهاردة بسيط وسهل. لو عجبتكم فكرة الشنطة او لو حبين ان احنا آآ ننفزها على القناة. اكتبولي برضو في الكومنت. هي سهلة. حبيت ان انا نزلكوا في فجرتها لانها فعلا سهلة وجال عليها اسئلة كتير جدا. بس لو حبيين ان احنا نعملها معاكم خطوة خطوة مفيش اي مشكلة. كل اللي انت محتاجاه خيط الرفية واليد بتاعت الشنطة مش محتاجة حتى ولا الطانة ولا اي حاجة وهيكون معاكي اسهل شنطة للصيف. وزي ما قلتلك ممكن تستغني عن كل ده. وتشتري الدوير اللي هي بتتباع جاهزة دي. دي على فكرة برضو بيبطنوا بيها الشنط بتبقى حلوة جدا. وتعملي الفكرة اللي انا قلت عليها النهاردة ويبقى عندك اجمل شنطة للصيف.